ملحوظة جميع الدروس مشروحة في القناة يكفي كتابة اسم الدرس متبع باسم القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم عزيزي تلميذات في قناة الفيديو ببساطة ومرحبا بكم في فيديو جديد اذا فضل فيديو نحاول نجاوب على واحد السؤال موعد العطل المدراسية المتبقية وتواريخ بالضبط فنحاول نعطيكم التواريخ بالضبط لكي لا يكون هناك مشكلة تكونوا عارفين موعد العطل المدراسية قبل بالنسبة لأحد العطل اللي تصدرت في هذه السنة برسم السنة الدراسية 2020-2021 هذو العطل ديال الدور اللولى ما كيهموناش حاليا اللي كيهمناه هما العطل ديال الدورة الثانية فالعطلة اللي هتكون عندكم العطلة البينية الثالثة هي هذي كيما كنتلاحظو هنا هتكون يوم الأحد 14 مارس 2021 منتصف شهر مارس يعني 14 فشهر ثلاثة هذي توقف الدراسة لمدة أسبوع من بعدها تستعنف الدراسة نهار 21 يعني نهار 22 مارس هتتبدأ القرية من جديد وبالنسبة لعيد الشغل كان يوم السبت فتح ماء يعني 21 فشهر خمسة والعطلة البينية الرابعة والأخيرة اللي كان عندكم هذي تجي معاعد الفترة يعني هتكون فرمضان من يوم الأحد سعود ماي إلى يوم الأحد 16 ماء يعني سعود شهر خمسة حتى 16 ماء هتكون عندكم عطلة فيها أسبوع لذلك الخلاصة في الدراسة الثانية كان عندكم جوجة للعطلة اللي بقى وعيد الشغل اللي فيه النهار لذلك تقريبا العطلة البينية الثالثة كما ذكرنا تكون في مارس العطلة البينية الأخيرة الرابعة تكون لأحد نهار يعني نهار الحد سعود ماي هذي تبدأ للإشارة فقط بالنسبة للفروض ديال الدراسة الثانية غالبا الأساتي دا يدلكم الفروض قبل ما تمشيوا العطلة البينية الثالثة يعني غالبا في الأخر ديال الأول ديال الشهر ثلاثة ولا في الأخير ديال الشهر جوجة دي بالفروض الأولين بطبيعة الحال إذن هاتشي اللي كان في هذا الفيديو بغيت نجاوب على هات السؤال هني وضحت لكم الحويج المهم من فهات اللي كتخص العطلة للدراسية إذا كان شي سؤال عندكم حاولوا تطرحوا الأسئلة ديالكم في التعليقات وبرتجوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم إذا كانت تفاعل هذي نحاول ما يمكن قناتكم بحالة الأخبار إن شاء الله وقت ما كان شي جديد موعدنا في فيديو أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة